موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من سيديوهات قناة سهيل الفضائية نبدأها بالعناوين السعودية الهجوم على منشاة أرامكو جاء من الشمال خلافا لمزاعم ميليشيا الإرهاب الحوثية وزارة الخارجية تدين استمرار إيران في تهديد الأمن القومي ودعم وكلائها بالمال والسلاح موسيقى مدير أمن الوادي والصحراء بحضر موت يؤكد استمرار الأجهزة الأمنية في ملاحقة المطلوبين موسيقى أستهل النشر بسم الله الرحمن الرحيم أعلنت وزارة الدفاع السعودية تورط إيران ووكلائها في الهجوم الذي استهدف منشاة أرامكو النفطية وأنه إن الهجمات جاءت من شمال المملكة وليست من اليمن كما تزعم وتدعي ميليشيا الحوثي المدعومة من طهران وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد تركي المالكي إن لدى السعودية أدل على أن الهجوم الإرهابي على منشاة أرامكو لم ينطلق من اليمن بالرغم من جهود إيران لجعلها تظهر كأنها انطلقت من اليمن وإن الهجوم نشأ من الشمال وبلا شك أنه كان مدعوما من إيران أشار المالكي إلى أن الهجوم على أرامكو لم يستهدف السعودية فقط بل أيضا للمجتمع الدولي وأمن الطاقة ودع المجتمع الدولي للتعامل مع ممارسات إيران الخبيثة في المنطقة وأوضح المالكي إن المعمل المستهدف خارج نطاق الطائرات المسيرة من مناطق سيطرات الميليشيا التي ادعت مسؤوليتها عن الهجوم وقال المالكي إن الهجوم على بجيغ وخريس امتداد لهجمات سابقة تقف خلفها إيران وأعلن تركي المالكي إن طائرات مسيرة إيرانية الصنع درونز من طراز دولتا وونج شاركت في الهجوم على أرامكو وعرض مقطعا يظهر أن الطائرات المسيرة التي هاجمت مع ملي أرامكو كانت تحلق من الشمال للجنوب كما أكد المتحدث باسم الوزارة أنه تم استخدام صواريخ كروز دقيقة من طراز يا علي في الهجوم على معملي أرامكو إن الطائرات المسيرة التي هاجمت المشأتين استخدمت تخدمت فيها نظام تموضع متقدم مشيرا إلى أن الحرس الثوري الإيراني أعلن في فبراير الماضي امتلاكه طرازا متقدما من تلك الصواريخ ضرورة تفعيل استراتيجيات المواجهة الحاسمة وآليات الردع العربي المشترك للمشروع الإيراني التوسعي ومليشيات الإرهابية هو ما سيدرأ المزيد من الحرائق التي تشعلها إيران في المنطقة وهذا لن يكون إلا من منطلق يقيني ثابت في أن أمن الخليج يترابط عضويا وبشكل كلي مع أمن اليمن بل إن اليمن عقدة الوتد ونقطة الارتكاز نتابع إدانات عربية وتنديدات عالمية واسعة بالهجوم الإيراني الإرهابي على منشآت النفط السعودية وبالتأكيد لم تغب عنها اليمن الجارة الأقرب للمملكة والأعمق تداخلا معها في المجال الأمني الحيوي للبلدين وقالت الحكومة اليمنية في بيان إدانتها وبشدة العمل الإرهابي الذي استهدف معملين نفطيين في المملكة الشقيقة إن مثل هذه الأعمال الإرهابية تشكل تهديدا خطيرا ليس فقط على المملكة وإنما أمن واستقرار المنطقة ككل مؤكدة وقوف اليمن حكومة وشعبا مع المملكة ضد كل ما يمس أمنها واستقرارها من جهته أكد التحالف الوطني للأحزاب اليمنية وبأشد العبارات رفضه القاطعة تحويل اليمن إلى منصة لاستهداف أمن واستقرار دول الجوار كما أكد على أن الحل الجذري لردع الخطر الإيراني المتفاقم يكمن في حل المشكلة اليمنية كسبيل وحيد لاستثباب أمن واستقرار المنطقة وتؤكد شواهد الحال وبعطيات الواقع أن تفاقم الخطر الإيراني واعتداءاته على الأمن القومي العربي يستدعي بشكل ملح وحاسم سرعة إنهاء الانقلاب في اليمن واستعادة الدولة وعودة الشرعية إلى البلاد وعلى ذات السياق يرى مراقبون أن المتغيرات المتسارعة على ساحة الصراع العربي الإيراني تفرض على السعودية قائدة تحالف دعم الشرعية سرعة الدفع بكل ثقلها نحو تحقيق انتصار ناجز لعاصفة الحزم ضد ميليشيا الانقلاب التي تمثل الذراع الإيرانية الأخطر على أمن الإقليم العربي وفي المقدمة دول الجوال الخليجي والمملكة الشقيقة التي يسير لعاب الأعداء على نفط بلدها الآمن والثمين أدان نائب وزير الخارجية محمد الحضرم استمرار نظام إيران في تهديد الأمن والسلم في المنطقة ومواصلة دعم ميليشياتها ووكلائها بالمال والسلاح في مخالفة صريحة للعراف والقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة فقال الحضرم خلال رقائه المبعث السويدي إلى اليمن بيتر سيمينبي إن السلوك الإيراني يتطلب وقفة جادة وإدانة واضحة من قبل المجتمع الدولي وأكد الحضرم بأنه لم يمكن القبول باستمرار تعنت الحوثيين واختطافهم لكثير من القضايا التي تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين واستغلالهم سياسيا وحمل ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية في استمرار إغلاق مطار صنعاء وقال الحضرم إنه من غير المعقول أن تقوم ميليشيا مسلحا انقلبت على الدولة بالسيطرة على مطار صنعاء في نفس الوقت تتهم الغير بإغلاقه وجدد الحضرم إدانة الجمهورية اليمنية للاستهداف الإرهابي الجبان على معمل شركة أرامكو بمحافظة بيجيغ وهجرة خريس بالسعودية وأكد وقوف اليمن إلى جانب المملكة ودعمها لحقها في الدفاع عن نفسها وإجراءات تتخذها لحماية أمنها واستقرارها واستعرض الحضرم تبعات التمرد المسلح للمجلس الانتقالي وتبعات القصف الجوي الإماراتي السافر على الجيش الوطني موضحا بأن حل موضوع التمرد يجب أن يرتكز على الثوابت الوطنية بما فيها وحدة الأراضي اليمنية وعدم استمرار دعم أو تسليح أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة والوقوف بكل شفافية ووضوح أمام الدور الإماراتي في تحالف دعم الشرعية أكد رئيس الوزراء المغربي الدكتور سعد الدين عثماني دعم بلاده لليمن وأمنه واستقراره ووحدته بقيادته الشرعية ممثلة برئيس عبد ربو منصرهادي رئيس الجمهورية جاء ذلك خلال استقباله سفير بلادنا في المغرب عز الدين الأصبح الذي أعرب عن تقدير اليمن لموقف المغرب الداعم للشرعية وتطرقا للتطورات الأخيرة التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات الجنوبية بتمرد ما يسمى بالمجلس الانتقالي في عدن وبدعم من الإمارات أكد الأصبح إن مواجهة انقلاب ميليشي الحوثي على مؤسسات الدولة يبقى المهم الأساس كون المشروع المدعوم من النظام الإيراني يهدد كيان المنطقة وليس اليمن فحسب ناقش وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية مع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبدالطيف بن عبدالعزيزة للشيخ أوجه التعاون بين الوزارتين في مواجهة الغلو والتطرف وفضح مشروع الفكر الحوثي المستورد من إيران وأشهد وزير الأوقاف بالمواقف التاريخية للمملكة في مناصرة الشعب اليمني ووقوفها الدائم معه في جميع الأزمات التي مرت عليه مشيرا إلى أن عاصفة الحزم وإعادة الأمل ستبقى خالدة في ذاكرة اليمنيين الذين يبادلون الوفاء للمملكة تقديرا لمواقفها النبيلة أكد الوزير عطية بأن الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران دليل قاطع على حقد الميليشيا ومشروعها الخبيث على اليمن والمنطقة من جانبه نوها الوزير السعودي بأن بلاده ستظل تدافع عن أشقائها في اليمن من ممارسات إيران الهمجية التي تعمل على الإخلال بأمن المنطقة والنيل من استقرارها أشهد بالدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف والإرشاد في مواجهة المشروع الحوثي الإيراني ونشر قيم الوسطية والتسامح قال مدير عام الأمن في وادي وصحراء حضر موت العميد مبارك العوب ثاني إن الأجهزات الأمنية مستمرة في حملاتها ضد المطلوبين أمنيا وملاحقة الخارجين عن القانون وأوضح بأن الوحدات الأمنية ستسخر كل إمكانياتها المتاحة للحد من الجرائم وحفظ الأمن والاستقرار جاء ذلك باجتماع لمدراء أمن المديريات والوحدات والبصالح الأمنية والشرطوية بوادي حضر موت والصحراء وأكد العميد العوب ثاني على ضرورة تكثيف جهود العمل الأمني والشرطوي لتقديم أفضل الخدمات وبذل الجهود في سير نشاط الإدارات الأمنية وتطوير تعزيز العمل الأمني المؤسسي وشدد العوب ثاني على أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام الرسمي في مركز العمل ومحاسبة كل المقصرين عن أداء مهامهم وأعمالهم وشدد على رفع مستوى الحس الأمني واليقظة العالية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والتعامل بأسلوب حضاري وأخلاقي مع المواطنين في متابعة معاملاتهم نشرتنا مستمرة وفيها المبعوث الأممي يحذر من مخاطر سرطان الانقلاب والتمرد اللجنة الوطنية للتحقيق تطلق تقريرها الدوري السابع جاءت إحاطة المبعوث الأممي مارتين جريفث لمجلس الأمن متسقة مع نهجه الرمادي في الحديث عن المخاطر فهو إن كان يشير إليها إلا أنه لم يسمها بمسمياتها ولا يعرب عن موقف تجاهها بل يكتفي بالقلق وهو الأمر الذي أسهم مع جملة من العوامل الأخرى في إطالة عمر الانقلاب الحوثي وانتشار العدوى إلى بعض المحافظات الجنوبية نتابع تعبير المبعوث الأممي عن القلق أمر يدعو للقلق في إحاطته أمام مجلس الأمن أمس أدان المبعوث الأممي مارتين جريفث المحاولات غير المقبولة للسيطرة على الدولة من قبل ما يسمى المجلس الانتقالي وطلب المجتمع الدولي بتحرك عاجل لمواجهة الحرب الدائرة باعتبارها سرطانا ينتشر ويهدد وجود الدولة اليمنية الهجوم على أرامك السعودية من شأنه وفقا لأحاطة جريفث تفجير المنطقة برمتها فيما يعد تبني الحوثيين للهجوم تصعيدا خطيرا يقوض السلام وإذا كان جريفث قد حاول الإشارة لتقدم في مسار ذلك السلام من خلال ملف الحديدة فإن الواقع على الأرض ينسف الإشارات كما أن تأكيد المبعوث الأممي ذاته لعدم وجود أي تقدم في ملف الأسرى والمختطفين مؤشر آخر على أداء الحوثيين عبارة المبعوث الأممي في نهاية إحاطته وإقراره بأنه يقدم لمجلس الأمن صورة قاتمة للأوضاع في اليمن عبارة شخصية لا تكتمل بدون التأكيد على الحل صراحة وبدون تورية حل يبدأ وفقا لكلمة منذوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي من وقفة جادة ومراجعة شفافة لتجاوز التمرد الميليشيوي المدعوم من الإمارات في عدن وتلاف آثاره التي أدت إلى حرف المسار عن الهدف الأساسي المتمثل بإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران مع التأكيد على الرفض التام من قبل اليمن لاستمرار تسليح ودعم أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة وتحت أي مبرر كلمة السعدي رسمت أيضا صورة واضحة للسلام من منظور الحوثيين من خلال الإشارة لما ترتكبه ميليشياتهم حاليا في مديريات الحديدة من قصف مدفعي متواصل وعمليات تسلل وخرق لوقف إطلاق النار وقنص واستهداف للمدنيين إضافة لواقع المختطفين والحصار المستمر لتعز فضلا عن تحويل مناطق في اليمن لمنصات لإطلاق صواريخ تهدد أمن الدول الجوار والملاحة الدولية معطيات تجعل من الحلول التي لا تقود لإنهاء الانقلاب وإلغاء وجود الميليشيات بمختلف مسمياتها حلولا ترقيعية ستقود في النهاية لتمزيق المنطقة استهدفت ميليشي الإرهاب الحوثية المدعومة إيرانيا أسرة مكونة من أربعة أشخاص كانت على متن دراجة نارية في إحدى الطرقات الفرعية بمديرية حيس جنوبي الحديدة وقالت مصادر محلية أن قناصة الميليشي الحوثية المتمركزة في أطراف الجنوبية للمديرية استهدفت دراجة نارية على متنها رجل وزوجته وطفليهما وشارت المصادر إلى أن الاستهداف أسفر عن إصابة الطفلين إدريس أحمد ثابت محمد قحطان أربعة أشهر وشقيقة وعائشة أربع سنوات وتم إسعاف الطفلين المصابين إلى المستشفى الميداني في مدينة حيس وكانت ميليشي الحوثي ارتكبت الجمعة الماضية مجزرة في قصبها لمنازل السكان بمدينة حيس أسفر عن استشهاد طفلين وإصابة أربعة آخرين بجروح مختلفة جددت ميليشي الحوثي الانقلابية خروقاتها اليومية وانتهاكاتها للهدنة الأممية المزعومة في الحديدة حيث قصفت مواقع متفرقة تتمركز فيها القوات المشتركة في حي سبع يوريو شرقي مدينة الحديدة مستقديمة الأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة لذلك قصفت ميليشي الحوثي المواقع التابعة للقوات المشتركة شرقي مديرية الدريهمي في مختلف الأسلحة كما قصفت مواقع القوات المشتركة جنوبي المديرية بقذائف متفعية الهاون والهاوزر واستهدفتها بالأسلحة المتوسطة والأسلحة القناصة أطلقت اللجنة الوطنية للتحقيق في الدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان تقريرها السابع للفترة من فبراير حتى يوليو للعام الجاري التقرير رصد انتهاكات مختلفة لحقوق الإنسان في كافة محافظات الجمهورية نتابع ذكرت اللجنة الوطنية للتحقيق في الدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في تقريرها بأنها قامت بالرصد والتوثيق لما يزيد على 2644 حالة الدعاء بالانتهاك في مختلف محافظات الجمهورية استمعت خلالها اللجنة الوطنية للتحقيق خلال الفترة التي يغطيها تقرير السابع إلى ما يزيد عن 7932 شاهد مبلغ وضحية وأشارت اللجنة إلى أنها حققت بعدد 660 واقعة قتل وإصابة لمدنيين سقط فيها 878 ضحية منهم 295 قتيلا بينهم 28 امرأة و74 طفلا وتحملت ميليشيا الكوثي الجانب الأكبر من المسكولية حول هذه الانتهاكات وأوضح تقريره اللجنة الوطنية أنه تم الانتهاء من التحقيق في 27 واقعة تهميد أطفال وأربعة وأربعين حالة زراعة ألغام فردية سقط فيها 68 منهم 28 قتيلا وأربعين جريحا محملة ميليشيا الكوثية المسؤولية عنها ونوه التقرير إلى التحقيقات التي تمت بواقع التعذيب والمعاملة اللا إنسانية وتفجير المنازل وسقوط الضحية المدنيين جراء قصف طيران الدرنز الأمريكي في محافظات البيضاء وأبيان وشبوة ورصدت ووثقت اللجنة الوطنية للتحقيق 68 واقعة تهجير قصري طالت 109 أسرة خلال الفترة التي يغطيها التقرير السابع وأشارت اللجنة إلى تواصلها مع كافة أطراف النزاع في اليمن والجهات ذات العلاقة بعملها في مجال حقوق الإنسان من بينها منظمات الملتمع المدني المحلية والدولية المفوضية السامية لحقوق الإنسان إضافة إلى عدد من التوصيات التي وجهتها اللجنة إلى كافة الأطراف لتحسين بيئة حقوق الإنسان والحد من سقوط الضحايا ومحاسبة الجناة وتعويض الضحايا وجبر الضرر قال تقرير حقوقي صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات إن ميليشي الحوثي المدعومة من إيران ارتكبت ألفا وتسعة وثلاثين انتهاكا بحق المدنيين في المحافظات التي تخضع لاحتلالها خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر الجاري وسجل فريق الرصد والتوثيق في الشبكة اليمنية للحقوق ثلاثة وأربعين حالة قتل بينهم ست نساء واثني عشر طفلا تنوعت بين طلقات نارية وقنص وقصف وانفجار مخازن أسلحة وإعدامات ميدانية وانفجار ألغام أرضية وأشار التقرير إلى أن الميليشي الحوثي ارتكبت ثلاث مجازر جماعية في قصف على المنازل أدت إلى مقتل ثلاثة عشر مدنيا مجزرتين منها في مديرية التحيطة وحيس بالحديدة ومجزرة في مديرية صالة بتعز لافتن إلى أن أغلب ضحاياها من الأطفال ورصد الفريق سبعة وسبعين حالة مداهمة وتفتيش لمنازل المواطنين بينها خمس حالات إحراق لمنازل المدنيين التوزعت على خمس محافظات يمنية وهي الضالع والحديدة وصنعاء وإب وحجة ونوه التقرير إلى أن الميليشي الحوثي أغلقت سبع مدارس تعليمية في محافظة الحديدة وحولتها إلى معسكرات للتجنيد كما رصد الفريق تجنيد أكثر من مائة وخمسين طفلا خلال أسبوع واحد في محافظة إب والحديدة وذمار بحثت قيادة السلطة المحلية والغرفة التجارية والصناعية بوادي حضر موت مع السفير الأندونسي لدى اليمن مصطفى توفيق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات أشار الوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميم لعمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين ودعا رجال الأعمال في البلدين إلى العمل على تشجيع التبادل التجاري والاستثماري والاستفادة من المزائل الاستثمارية في تنشيط الحركة التجارية بالمحافظة في كافة القطاعات من جانبه أكد السفير الأندونسي على العلاقات الوطيدة التي تربط اليمن وأندونسيا وخاصة محافظة حضر موت وقال إن زيارته للمحافظة تهدف إلى عقد لقاءة مع قيادات السلطة المحلية ورجال المال والأعمال لبحث الفرص الاستثمارية بين البلدين بحث وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثير اليوم مع وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة جمال عبدون بحث معه جملة من القضايا والمضوعات التربوية والتعليمية في ظل الحرص على انتشار التعليم في كل مديريات المحافظة وتطويره وتحسين مخرجاته من جانبي أكد عبدون بأن المحافظة البحثني وجه باعتماد عدد من الخزانات التعاقدية لسد العجز عفوا عددا من الخانات التعاقدية لسد العجز في مدارس مديريات الوادي والصحراء وخانات تعاقدية لمراكز ذو الاحتياجات الخاصة والتوحد إضافة إلى الرعاية وتمويل الحفل الخطابي والتكريمي لأوائل الطلاب في الشهادة الثانوية للعام الدراسي المنصر وأشار عبدون إلى أن المحافظة منح مكتب الوادي ألف حقيبة مدرسية مخصصة للطلاب من ذوي الأسر المحتاجة كما وجه المحافظ البحثني بصرف عدد من المختبرات العلمية الحديثة والأدوات الرياضية والمستلزمات المهمة ودعم مكتب التربية بالوادي والصحراء دشنا محافظ شبوى محمد صالي بن عدي واليوم برنامجا تدريبيا لمائة وستة وثمانين موجها وموجها تربويين من مدارس التعليم العام المتواجدين في عموم مديريات المحافظة وبتمويل من منظمة اليونسيف لمدة ستة أيام ويتلقى المشاركون في البرنامج جملة من المعارف الأساسية المرتبطة باستراتيجيات طرق التدريس المتمركزة على الطفل والتعلم النشط والتعلم التعاوني على كيفية حل المشكلات وعبر المحافظ محمد بن عدي عن سعادته بتدشين البرنامج التدريبي والنوعي للموجهين بالمحافظة منوها بأهمية التدريب في رفع بناء قدراتهم المعرفية والمهنية مشيرا إلى دور الموجهين في تحسين العملية التربوية والتعليمية في مختلف المدارس داعيا أقطاب العملية التربوية والتعليمية إلى أهمية النهوض بوظائفهم الإدارية والمهنية المنبئة لخلق بيئة مدرسية محفزة ومشجعة للطلاب على التعليم والإقبال عليه أقام توجيه قوات حفظ السلام دورة تنشيطية لتدشين حملة التوجيه المعنوي تحت شعار كفاحنا ونضالنا مستمر وأشار رئيس شعبة التوجيه المعنوي العقيد فيصل مختار إلى أهمية رجل التوجيه المعنوي والهمة التي لا بد أن يحملها ضابط التوجيه وأشار بالدور الذي تقوم به قيادة توجيه لواء قوات حفظ السلام في تأهيل فريق متميز لتوجيه الكتائب والسرايا بحضور رئيس هيئة الإسناد اللوجستية لواء ركن أحمد الولي دشنت دائرة الخدمات الطبية العسكرية برئاسة هيئة الأركان المرحلة الثانية لتوزيع الاحتياجات الطبية لجرح الجيش الوطني وفي التدشين الذي أقيم بالمستشفى العسكري بمدينة مأرب تم توزيع كراس كهربائية متحركة على الجرح المعاقين في مأرب أقمنا اليوم بتدشين المرحلة الثالثة لتوجيه احتياجات جرح الجيش الوطني هؤلاء الجرح الذين قدموا وضحوا من أجل رفعة هذا البلد من أجل أن يسعد هذا البلد وأن يكون في ازدهار ورقاء هذا بالنسبة ليومنا هذا التدشين نشكرهم على الجهود الذي يبذلونها وتقديم مستلزمات الجرح وكذلك الاحتياجيات التي يجب أن تكون مع الجرح لأن الجرح هم وقود سفينة الوطن المعنويات عندنا فل والإصابة فل رأس الحمد لله على كل حال ومعنوياتنا نحن الجرح مرتفعة جدا وهذا في سبيل بلادنا إلى ذلك أقرت هيئة الإسناد اللوجستي خطة أعدتها دائرة الخدمات الطبية العسكرية لإنشاء مدينة سبأ الطبية على ثلاث مراحل بحيث يتم بناء مستشفى عام وملحقاته في المرحلة الأولى يليه بناء عشرة مراكز متخصصة في حين تتضمن المرحلة الثالثة إنشاء أكاديمية طبية ومعاهد طبية تدريبية ويستفيد من خدمات المدينة الطبية جرح الجيش الوطني والمرضى من المواطنين والرؤية الكبيرة والهتف الكبير إن شاء الله هو إنشاء مدينة سبأ الطبية التي تحتوي على ثلاث مراحل المرحلة الأولى وهي بناء المستشفى العسكري وملحقاته المرحلة الثانية وهي لتكون من عشرة مراكز طبية تخصصية بإذن الله تعالى المرحلة الثالثة وهي إنشاء الأكاديمية الطبية والمعاهد الطبية المختلفة في أربعينية متأخرة احتفت السلطة المحلية في تعز بالفقيد عائد العبسي تكريما لدورها الإنساني في خدمة المحتاجين خلال الحرب الإجرامية وحصار الحوثيين على مدينة تعز متابع السلطة المحلية بتعز أقامت فعالية خاصة عن الناشط عائد العبسي التي خصصت الكثير من وقتها من أجل الآخرين في مدينتها تعز ووفرت لهم احتياجاتهم كما كانت تزور الجبهات وخطوط التماس نصرة لمدينتها وإبراز ما يتعرض له السكان من ظلم واستهداف من قبل الميليشيات الحنثية عائدة لا يمكن لأحد أن يتجاهلها أو أن ينكر ما قدمته من عطاء ومن محبة ومن تضحية مستمرة مستمرة عائدة أيقونة خاردة في قلوبنا هي سيدة النضال بلا منازع هي وردة الكرمة في تعز قدمت كل المحبة وكل الوفاء ويجب أن تبادلها تعز الوفاء وأن تنتصر لروحها وكانت الفقيدة حالة خاصة في دعم ومساندة المقاومة والجيش الوطني في كل جبهات العزة والشرف في تعز كغيرها أيضا وكانت التحدي والوفاء والرأف بالضحايا والأبرياء في تعز قراءة الحرب والحصار الإقلابي على تعز وكانت النداء المدوي بأهمية استكمال تحرير هذه المدينة للتخلص من كل قبح الحربي ودموية مشعليها إذن هو تكريم لكل الناشطين والناشطات الذين وقفوا مع مدينتهم خدمة وتفقد وتلمس لاحتياجات السكان وقت الحاجة وخاصة في ظل حرب طال أمدها وتضرر الكثير منها ولا زالت قائمة على مدينتهم المحاصرة منذ ما يقرب من خمس سنوات لقي العشرات من عناصر ميليشي الحوثي مصرعهم في معارك وغارات في جبهات القتال مع قوات الجيش والتحالف العربي في محافظة صعدة وقالت مصادر مطلع أن عشرات الجثث وصلت يوم أمس إلى ثلاجة مستشفى ذمار لقوا حتفهم الأسبوع الماضي وتتلقى الميليشي الحوثي خسائر بشرية يومية في جبهات صعدة المختلفة التي تشهد أعنف المواجهات حيث استقبلت ميليشي الحوثي الأسبوع الماضي هذا الأسبوع قتلى بينهم قيادات عسكرية بارزة يأتي هذا بتزامن مع توسع مقابر جمعية للميليشي في المدينة وعدد من المديريات لا تمتلك مدرسة عمر بن الخطاب في منطقة الكشار بمديرية مشرعة وحدنان سوى الإسم فمنذ أن ولد اسمها في العام 82 وطلاب المنطقة يدرسون في عراء الطبيعة وتحت الأشجار وظلال المنازل وما يزال أهالي المنطقة يطالبون بتحويل المدرسة إلى واقع يحتضن أبناءهم ويوفر لهم بيئة تعليمية ملائمة نتابع عدي عادل يحمل سبورة تعليمه معه قادما من البيت باتجاه فصله الذي يقع هناك بقية الفصول بمدرسة عمر بن الخطاب بمنطقة الكشار بوابة مديرية مشرعة وحدنان كما يحب أبناء المنطقة أن يطلقوا على منطقتهم الواقع والوضع يفرض علينا أن ندرس تحت الشم يعني بين الشمس وبين الرياح وبين الأمطار وهذا عمل واقب لا بد أن أحد يقدمه مهما كان بأي مكان قدمت عدة طلبات في هذا القانب لكن دون قدوة أصل إلى باب مغلق وعند الأوليات أو أوليات الطلب مرة 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 متكررة ولكن للأسف لا نقدم من يستقيب ينظر لهذا القرية كأنها نظراء قنبية أما الطالب ماهر توفيق فيستأذن بالدخول إلى ما يطلقون عليه فصلا تحت هذه الشجرة التي لا تحمل حتى سبورة كالفصل الآخر ويعتمدون بدراستهم على التلقين نشطي مدرسة تحمينها من شقعة الشمس وتوب من الغبار والريح ومن كل هذا قرية الكشار هي بوابة المديرية فالمفروض أنه يكون كل شي فيها من مدارس من وحدات صحية من كل شي ولكن مهضوم لدرجة خيالية لنا من بداية الثمانينات من عدم مدرسة إلى الآن وقد كان الأهل يفعلوا أربعة فصل دراسية على أساس طلاب يستطلوا ويدخلوا الدرس داخله بعد سنوات أعتقد بعد عشرين سنة أتى نزل مدرسة من المحافظة مقاول أتى وببداية البناء فتح أساس وقز منه ونتيجة الأحداث في عام 2011 توقف المشروع نهائيا أسست مدرسة عمر بن الخطاب عام 1982 ميلادية كثاني مدرسة على مستوى المديرية ولم يشفع لها كبر سنها أن تجد الضوء إلى الحياة ولا عدد الطلاب الذي يصل إلى 300 طالب وطالبة وخدمتها لخمس قرى مجاورة رغم متابعة المجلس المحلي للمبنى المعتمد للمدرسة ولكن الإذن من السلطة المحلية لم يحن بعد في شهر واحد 2019 رفعنا أكثر من مذكرة للمحافظة بخصوص المدرسة عمر بن الخطاب الكشهر التوب التربية أوعدونا بأنه بيضاف ميزانية 2019 لكن حتى الآن نحن في شهر تسعة لا نلقى أي استجابة سواء لا من التربية ولا من المنظمات الأخرى ترقنا بب بعض المنظمات لدفع عقلة التنمية داخل المدرسة وبخاصة هذه المدرسة فتبرر المنظمة بأنها مسلمة لدى مقاول فعندما يكون مسلم لدى مقاول لديه عقد رسمي مع السلطة المحلية لا يمكن أنه أي منظمة تستهدفه اسم بلا مدرسة ومدرسة بلا فصول ورغم ذلك فالتصميم على التعليم من قبل الطلاب ليس له سقف ولا حدود محمد يوسف لقناة سهيل تعز من قرية الكشار التي تعيش واقعا بلا مدرسة نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة وعود إلى أهم عنوينها السعودية الهجوم على منشآت أرامكو جاء من الشمال خلافا لمزاعم ميليشي الإرهاب الحوثية سزارة الخارجية تدين استمرار إيران في تهديد الأمن القومي ودعم وكلائها بالمال والسلاح مدير عام أمن الوادي والصحراء بحضر موت يؤكد استمرار الأجهزة الأمنية في ملاحقة المطلوبين المزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت سهيل دوت نتو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام في أمان الله